وأساسيات مشتريات مواد التنظيف زي ما قلتلكو أنا بالنسباني مواد التنظيف من الأولويات فبالنسباني مثلا مش قادر أتخيل أن صبون المواعين صبون غسيل المواعين ما يبقاشش أساسي يعني أقدر عيش من غيره ما قدرش ايه البديل؟ ايه البديل؟ حقص المواعين بإيه؟ الطباء لما تتوسخ كلها ويتتجمع في الحوض ويبقى منظر مش لطيف أبدا أنا حكل في إيه؟ فمثلا حاجة زي صبون غسيل المواعين سائل غسيل الموعين ده أساسي لا مفر من وجوده اتفقنا أن البيكنج سودا بقت حاجة أساسية ودرعنا اليمين في المطبخ فعايزين كده شوية البيكنج سودا معانا كل شهر يساعدونا في التنظيفات اللي عملناها حلقة السبت اللي فات عشان مهم جدا أن بيتي يبقى نظيف عادي على فكرة أن بيتي يبقى فاضي عادي أن يبقى ما عنديش أكل عادي أن يبقى ما عنديش خزين عادي أن يبقى مش هينفع ناكل لحوم الأسبوع ده لكن مش عادي أبدا أن البيت يكون مش نظيف كل حاجة ممكن تتحل مع عدن نظافة ده رأي لو البيت نظيف الواحد بيبقى نفسياته كويسة حتى لو الأكل يعني ربنا مش موسعها علينا الأسبوع ده ومزنقة كده شوية ويعني المزانية على الحركرك ومش عارفين ناكل كويسة ما فيش مشكلة عادي احنا عايشين وبنتنفس وفي بيت نظيف ومنظم وكل حاجة لكن الحاجة أنا شخصيا اللي يمكن أقبلها إن البيت يكون مش نظيف حتى لو مش منظم عادي ممكن أنا أحيانا مثلا بيجي يوم ببقى مش قادر أعمل حاجة يعني خلاص مليش مزاجة رتب النهاردة فالبيت قا نظيف لكن مش مترتب ممكن يكون في شوية كراكيب هنا في شوية كراكيب هنا والله الغسيل ده لمتوا من على الحبل وما لحقت الشاشيل وطبقه عادي وارد بس البيت في الآخر نظيف أنا قاعدة في بيئة نظيفة ده أهم حاجة فأنا بالنسبة لي زي ما قلت لكم أساسيات من أساسيات مواد التنظيف سائل غسيل المواعين من أساسيات مواد التنظيف مسحوق غسيل الملابس على حسب نوع غسلتي إيه أنا مقدرش أعيش مثلا من غير مزيل البقعة أنا كل لبسي مبقع كل يوم باجي هنا أطبخ بقعة زيت بقعة سمنة بقعة صلصة بقعة معرفش إيه عجيلة نشفة أنا مقدرش أعيش من غيره أنا لو عنديش مزيل البقعة النوع القوي ده في البيت وهو غالي طبعا لبسي كله حيبوس لبسي كله حيبوس حرفيا يا إما حصرف قد كده عشان أوديل دراي كلين يطلع لي البقعة فعلشان كده أحترب نفسي وأحترب اللبس بتاعي وما بهدروش لازم يكون عندي مزيل بقعة في البيت ممكن حد تاني طبيعة شغله برضو بتعرضوا لحاجات زي كده فمهم يكون عنده مهم جدا برضو عندي أنا طول الوقت بطبخ يا جماعة فاللبس ده المفروض إن أنا أخرج بي يعني هو لبس جميل وما فيوش حاجة والحمد لله عليه وكل حاجة مش للطبخ بس يعني لكن أنا طبيعي حطلع أطبخ لكم في أحسن صورة فعلشان كده بلبسه وأنا بطبخ على طول ريحته طبخ متشبع من الغازات اللي بتطلع من الفرن ومن الأكل بطبخ وصلصة وشوي ومعرفش إيه فمهم جدا بالنسبة لي سائل غسيل الملابس سائل قصدي اللي هو معطر الملابس ما أقدرش برضو أعيش من غيره لأن ما عنديش استعداد ريحة لبسي تبقى أكله طول الوقت فدي برضو من الحاجات الأساسية بالنسبة لي فأنا بشرح لكم الكلام ده ليه بشرح لكم الكلام ده عشان أوريكو إزاي طبيعة حياة كل بني آدم بتأثر على احتياجاته الكلور مثلا مهم جدا بالنسبة لي كلور الألوان برضو في الملابس عشان نفس الأسباب مهم جدا عندي إن يبقى عندي سائل حتى لو واحد مش لازم أجيب 600 نوع خالص عائلة بالجل دي أو عائلة بالأزايز السائل اللي بيعقم الأرضيات أنا بطبخ كتير بقف في المطبخ كتير بجرب حاجات كتير وأنا بصراحة بحب ريحة البيت النظيف فمن أساسيات ريحة البيت النظيف إن الأرضية تكون نظيفة بالذات بقى لو أنتوا يعني عندكم أنا معنديش situation ده بس لو أي حد عنده ولاد صغيرين الولاد دول على طول على الأرض لازم أن الأرض تبقى نظيفة مهم جدا إن يكون عندي مزيل دهون جنب كمان البيكينج صودة والخل ولو إن البيكينج صودة والخل يحلوا محلوا يعني لو أنا شايفة إن ميزانياتي تسمح يا بيكينج صودة وخل يا إما بمنظف مزيل الدهون حلاقي إن البيكينج صودة والخل أوفر بكتير وحيددوني نفس النتيجة فمهم جدا إن يبقى عندي على الأقل إزازة ملمع إزاز حلمع الإزاز بإيه؟ حسيبه مبقع كده ومبطع ويجمع عليه التراب وإحنا نفضل نشم في التراب ده لما يجلنا حساب صدرنا أكيد لا فمهم جدا إن يكون عندي نوع من أنواع ملمع الإزاز مهم جدا إن يكون عندي نوع من أنواع منظف التويلت مهم جدا طب أنا بزانقته معرفتش أجيبه الشهر ده منظف الأرضيات ممكن يحل محله مفيش مشكلة لكن يفضل إن أنا أجيبه كل دي الحاجات الأساسية في بقى معطر هوى مش أوكي رفاهية لو ما جبتهش الدنيا ما تهدتش بس لو ميزانياتي تسمح إن أجيبه هجيبه